تستمر اللجان الإشرافية الموزعة على محافظات المملكة الأربع لليوم الثالث على التوالي في استقبال طلبات الترشح للانتخابات النيابية والبلدية 2018 وقد شهد اليومان الأول والثاني كثافة في أعداد الرغبين في الترشح للانتخابات فيما أكد رؤساء اللجان وجود العديد من المحطات داخل المراكز الإشرافية لضمان الحركة الإنسيابية في عملية تلقي طلبات الترشح وتدقيق الأوراق الثبوتية والمسندات المطلوبة من المترشحين بسلاسة ويسر كما توفر المراكز أدلة إرشادية تبين الشروط الواجب توافرها في المرشحين هذا وتواصل اللجان الإشرافية تلقي طلبات الرغبين في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية حتى يوم الأحد الموافق للحادي والعشرين من أكتوبر الجاري